قال في حديثك عن الخروج عن الحاكم لماذا الإخوان المسلمين في مصر أيدوا الخروج على محمد مرسي وما الفرق بينكما أمشنوا كده الاثنان أيوا بما إنه الاثنين قال واجهان لعملة واحدة نحن واجهان لعملة واحدة العملة ويني العملة حتى ذاتها شوف قاصد الدين يعني الدين عملة واحدة شوف يا عمك أنت ما فاهم حاجة نوريك الحاصل نحن عندنا الخروج على الحاكم مبجوز وده أنا ما يجبت من الأخوان المسلمين ولن الأخوان المسلمين عندهم علاقة بالكلام ده ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الرسول الرسول يا ناس يرفتون نبي نبي محمد بن عبد الله ده قال الكلام ده قال في حديث في الصيحين قال سترون بعد أثرة أثرة يعني القروج بخموها لنسى الحكومة وأمورا تنكرونها في حياة كثيرة ما أبتر كبلك تنكرة قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوهم الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم ما قال أخروجه ما قال أخروجه النبي صلى الله عليه وسلم في إمتى؟ أما العملة لأخوان المسلمون هم اللي خربوا مصر الأخوان المسلمون بما فيهم حزب النور ألبسا مسلفي برضو من الأخوان المسلمين وده إلا اللي أججوا السورات وطلعهم وأخرج وأحرق أحرق وما تديها للحرامية أكتل واحد أكتل مية ما تديها للحرامية ده شعر الأخوان المسلمين كان هناك كتل والسفق للدماء خربوا مصر وما استفادوا أي حاجة أدى لهم مرسي مرسي جاب الإسلام مرسي مش أخو مسلم أدوا الحكومة حكام سنة وزيادة ولا سنة بس سنة هل الإسلام البناد من الأخوان المسلمين جابوا مرسي في مصر أول ما طلع لهم في الخطاب قال لهم أنتم السيادة العليا التي لا تعلوها سيادة أنتم الذين تغررون يا زول السيادة عند الله عند الله السيادة ما عنده بعد ذلك سألوا عن الحدود الشرعية وإقامة الحدود الشرعية قال دي ما من الشريعة الإسلامية حد الزنا وحد الحرابة وحد السريقة وحد الخمرة قال دي ما من الشريعة الإسلامية ده مرسي داري جيب الدين فدل كلهم شغلان بتاعة خراب شانكده يا شباب خليكم واعين أنا ما عندي علاقة مع حكومة ولا مع غير حكومة لا حكومة لا معارضة لكن بقول لك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام بتاع ذو العاقل بس انت خليك ذو العاقل بس نحن الليلة هل دارين بلدنا تبقى ساحبتاعد دماء وفساد في أي شيء زي ما الآن في سوريا يأغس عليك الله يا شباب لو ما المظاهرات دي فساد السوريين يشحدوا في السودان سوري يشحد في السودان بلد حضارة وبلد علم وبلد رقي وبلد الحضارات الإسلامية الأولى وبلد النصر حتى ابن تيمي جاب خمسة آيات تهمتا؟ وجاب خمسة حديث بتتكلم عن فضائل دمشن كويس؟ وبتكلم عن فضائل الشام عموما تخيل معاي الآن بيقت غير قابلة للسكن طيب تعيش بسوريا؟ كلهم بيجوا جماعة بيجاي الله يعينهم ويوفقهم وينصرهم على المجرم الفاجر اللي كتلهم وأبات كمية منهم أبات كميات تهمتني؟ لكن برضو السبب يرجع للناس الأيدوا الفتنة دي السبب برضو يرجع للناس الأشعة له من الأول لأنه هو مجرم لكن ما بره ما بره مجرم في النهاية قد يكون الحاكم طاغوط ومجرم وكافر لكن إنت ما ترمي بنفسك في التهلوك يا أخي زمان موسى عليه السلام ما فرعون قاعد قال طوالي نمرق ثورة ونخرج عليه ومرقه وطلعوا لا ما أنفي فهم أنت ممكن يكون كافر وملحد لكن ما بتطلع عليه بتحافظ على الدماء بتحافظ على الأعراض بتحافظ على البيوت دي المرقوم أسا الآن الآن سوريا بتتمنى في الوضع القديم العراق بتتمنى وضع الفاجر صدام إسان تتمنى في الوضع بتاع صدام إسان لأنه في النهاية كان زول تغفلهم الشيعة دي ومسكتهم وحافظهم أمانهم ويأكلوا يشربوا وعايشين والدار يعبود الله بيعبدوا والماء دار يعبود الله يبقى كافر كافر قاعد في محله فيهمتا كلامي الناس اللابتين جوه مشوية وشوف لو قام السورة واختلى الأمن في البلد دي بيقى الشرطة بتحميك مافي أمن بحميك مافي تأكد معاي والله من بيتكم ما تجرى تطلع والسودان ده بلد مشكل تشكيلة غريبة جدا من العرقيات والإثنيات والجماعات المضطرفة والجماعات الدينية تظهر لك كتل والله تصفيات تغيير جدا والله ما تعرف تمشي وين شكده يا ناس زول يبقى عاجل الثورات دي أنا دينا ضدها دينا ضدها وعقلا ضدها وإنت أمشي لفه دور تلفه الدور وتجي في النهاية تلحس التراب وتتهان وتزلة وما حجيب لك النظام اللي بتتوقع أنت النظام الأمثل واحد يقول لك دارين نعيش مرتاحين ما بتعيش الصور الله يلموت بس بعدك ما بقول لك كلام ده عشان أنا عندي لك فكر معين ولا عشان أنا جاي أتكلم بيسم الحكومة أو بيسم المعارض أنا ما أني معهم شغلة كلهم لكن في النهاية بقول لك الحك اللي ربنا أجب عليه وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان